الان نحن نتعرض لمنطقة جديدة في الهد اندينيك هي النيك ريجون في دياجرام بسيط نحاول فيه نستعرض ازاي نقدر نرسم الهد اندينيك مع بعضها هنبتدي نتخيل انحنا بنرسم خط على شكل علامة استفهام ادي كوشن مارك وبعد كده من النهاية الامامية لعلامة الاستفهام هنبتدي نرسم عدد من حروف الفي شيء باشكال مختلفة ادي فيه بتمثل الاربت فيه بتمثل النوز فيه بتمثل ماوس المنتم وفيه اخيرا بتمثل النك هنرسم اللي الشيبت من نهاية المنتم او من بداية المنتم منطقة الدقن هتطلع كأنها مسلس متساوي الساقين له هوريزونتال لم ولو فرتكال لم ودية هتمثل لنا المنتبول طيب هنعمل فيه اخرى فيه اخرى عند الروت وفزنوز عند بداية الاربت هذه الفي شيبت جواه دايرة هي بتمثل الاي فوق منها فيه اخرى اللي هي الاي براو طيب في نهاية المنتبول من هنا هنعمل السي شيبت باترنا جواه دايرة اللي هي الوريكل هنقفل الرسمة من تحت بخط على شكل حرف السي مسل الكلافكل كده يبقى فلناه النك من تحت طيب النك من بيميزها جدا موجود عضلة جاية تربطها بالهد العضلة دي اسمها ستيرنو كليدو مستويد واسم الشهرة بتاعها ستيرنو مستويد جاية من الستيرنا وجاية من الكلافكل ورايح حطي الانسيرشن بتاعها في المستويد بروسس دي دياجرام سريع للهد انك هننتعرق ازاي نقدر نرسمه بابسط اسلوب ممكن طيب الان هنبتدي بقى نتعرق للديب استرقشورز اللي بتكون النيك انا عندي سكين بعد سوبر فيشيل فاشية بعد ديف فاشية واخيرا الديب استرقشورز بما فيها من ارتريز وفينز ونيرفز ومسلز وفاشية طيب نتكلم بعد كده على دلوقتي بدايتنا هي السوبر فيشيل فاشية اوف زينيك السوبر فيشيل فاشية اوف زينيك واي زائي منطقة في الجسم عبارة عن فاتي ليير وممبرينس ليير هنا الفاتي ليير عبارة عن لبيولز اوف فات قاعد فيها ثلاثة امبورتانت استرقشورز وان مصل ومجموعة نيرفز وعدد اتنين فينز كبيرة وعدد اخرى طيب بالنسبة للمسلز بتاعتنا هي السوبر فيشيل مصل اللي قاعدة في السوبر فيشيل فاشية واسمها بلاتيزمة مصل كاي مصل في الجسم انا عند النقاط الاساسية للكلام عليها وبعض من بالنسبة لعضلتنا اللي هي البلاتيزمة بتاعها هتطلع من الفاشية اللي مغطيها مصل والدلتويد والاتنين دول اخرناهم في اما العضلة بتطلع يعني بتاعها من تحت جاي من السوركس من الفاشية اللي مغطيها والدلتويد اما الانسيرشن فهيطلع ابورز يمسك في اللور بوردر اوف زي مندول النيرفز بتاعت هذه العضلة هي كان الفاشيال نيرف فاشيال نيرف لان العضلة ديت بتاعها كان خرج من السكند فارينجيا القرش اللي مسؤول عن تغذيته الفاشيال نيرف اللي هو السيفن سكرينيال نيرف اللي يديني للفيس الموتور نيرف ساب لان. الاكشن بتاع العضلة دي لو بتشد من تحت اه هتشد الانسيرشن على الورجن هتجعل السكن على السايد اوف زي نيك والسايد اوف زي ماوس تنس تشد السكن على السايد اوف زي نيك اند ما انتقول. الكيتونيس نيرفز اللي في النك. رسمة الهدو النك بتاعتنا وقادل استغنوه مصطويد اصل. اه عدد اربعة نيرفز او اربعة مقمعت من النيرفز بتغذي هزي كلها كانت خرجت من نقطة واحدة وخرجت من واحدة. النقطة ديت هي مشيت في اتجاهات مختلفة تغذي اجزاء مختلفة في النك. وايضا بتغذي اماكن مشتركة في الفيس والسكالب. اول نيرف في يوم كان الجريت اللي حاكينا عليه مع الفيس والسكالب. وبنفكركم بدنا نطلع من سي اتنين وثلاثة. وكان خرج بالنقطة. تقع ادزا ميدل اوف زي بستيريور بوردر اوف زي اا ستيرنو مصطويد مصل. والنيرفز ده مشي كورس على شكل حرف الاسة. جزء منه مغطي على المندبول والباروتد كيلاند. وجزء الآخر لف بهاينزا قريف اللي طلع في الاسكالب. هو هنا في منطقة نيدب. انت بعض من البرانشيز بتغذي النك في المنطقة اللي في بداية الكورس بتاعه. النيرف الثاني بطلع من نفس النقطة. اللي هي ادزا ميدل اوف زي بوردر اوف زي ستيرنو مصطويد. ومشي او بورتس. رايح للسكالب. وبيماشي مواسل البوستيريور بوردر اوف زي ستيرنو مصطويد. وده كان اسمه لسر اوكسيبتال نيرف. وده كان طالع من سي. انين. النيرف الثالث ماشي في النك بالعرض. من اسمه في النك بالعرض يعني ترانسفيرس سيرفايكال نيرف. ده سي اتنين وثلاثة بتتجام. طالع من نفس النقطة. اللي هي الميدل اوف زي بستيريور بوردر اوف زي ستيرنو مصطويد. ورانزا انتيريور لي. ترانسفيرسالي. اوفر زي اوتر زيرفس. اوف زي ستيرنو مصطويد ولغز المنطقة من. اوف زي ابر بارت اوف زي نيك. النيرف الثالث هو في الحقيقة كان واحد ده سي مجامل سي تلاتة واربعة. وايضا من السيرفايكال بليكسس. وبيتفرع الى ثلاث فروع. بيتفرع الى ميديل وانتر ميدات والاترال سوبرا كلافيكولار نيبرز. لغز اللي سكين اوف زي نيك جاست ابوف زي كلافيكال. طيب. انا مراجعة سريعة بتفكركم اني جميع هذه الاعصاب الاربعة هتخرج من السيرفايكال بليكسس عند نقطة معينة تقع الميدل اوف زي بوردر اوف ستيرنو مصطويد ويمشو في ديفرنت دايريكشن لآآ خارجين من النقطة ديها في ديفرنت دايريكشنز كل واحد في مراحلة تارجيت اريا اللي رايح يغزيها في النك والفيس والاسكن. الموضوع الثالث في الاستراكشيرز الاعداء في السوبرافيشية الفاشية هي الكيوتينيس انا عندي اتنين فيه السوبرافيشية الفاشية افزي نيك اا دي الرسمة الشهيرة بتاعتنا عند هنا فيه اتنين فينز بنقول يعني قاعدة في السوبرافيشية الفاشية يعني انبديد في قلب الفات اللي بتكون السوبرافيشية الفاشية الفيديد هي مشتركة بين السكالب والفيس ونزل على نيك نتذكر ضمن السوبرفيشية ، temper have been připoster booklet الآن son pasterior auricular vein بالقرب من الانجل افزاماندبل كونولي اشهر في الانجل افزاماندبل في اشهر هو الاكسترنال جاجلار فين من خلال الرسمة نستطيع نتعرض للكورس بتاعه هنقول التدف الاتحاد الـ posterior division of retromannedبلر مع posterior auricular near the angle of zamawal و descends downwards تقريباً vertically كليم. مصل والترميليشن بتاعه بيكون في الساب كالتريبيوتري الوحيد اللي رايح لهذا الفين. يستقبل عدد من التريبيوتريز جاية من ونحكي عليها بعد شوية. الفين الثاني السوبرفيشيال اسمه انتيريور جاكيلر فين. الفين يعني ماشي فيه قاعد في السوبرفيشيال الفاشية. ولو ما صار محدد فيه النك. من السايد فيو. هزا الفين ناشئ بتحتو بعض من السوبمنتال فينز يعني بعض من الفينز اللي قاعدة في منطقة السوبمنتال ريجو المنطقة تحت الدقن. التو سوبمنتال فينز او التلاتة او العدد بتاعهم بيتحتو مع بعض ويكونهم الانتيريور جاكيلر فين اللي يمشي في النك ينزل داون وورز. الونجزي سايدز اوف ميدل لاين. ويجي جاست بحوالي تقريبا يقوم جاي يمشي علشان ينتهي في ده الكلام اللي احنا قلناه من شوية. زي ما احنا قلنا. ادي واحد فيهم هو ايه الانتيريور جاكيلر فين. وكزلك في بعض من الفينز المناظرة للنيرفيس اللي كانت ماشية في نفس المصار زي الترانسفيرس سيرفايكل فين اللي كان ماشي مع الترانسفيرس سيرفايكل نيرف. وكان فيه ايضا السوبركلافيكلر فين اللي كان ماشي مع السوبركلافيكلر الأرتري. دول الثلاثة تلواترز اللي صابه في الاكسترنال جاكيلر فين. ده حبنا نيجي نشوف المنظر ده من انتيريو فيو من قدام انا هنزر لمنطقة من الامام هنلاقي فيها ايه هنلاقيها ادي المندبل انا شايفه دعتي من قدام واحد رافع راسه الورى لقيت لقيت المندبل قدامي فيظهر في صورة ارش المندبل ده تحت اول عضمة في اللي هي الهايويد بون والهايويد بون دي تحتها السيرويد كارتلج وده اكبر غضروف من غضريف اللارنس طيب من تحت خالص اني كانت فيه عند الكلافكل الكلافكل طالع منها عضلة من الاستيرنام عضلة اسمها ستيرنو مستول العضلة ديت قعد على سايدس اوزانيك وبتقسم منك الى جزئين اثنين ايضا طالع من الكلافكل عضلة اخرى الاول كان بيقفل المندبل من تحت الفلور اوف زا ماوس العضلة اللي اسمها ميلة وتدمصل اما في عضلة تانية من تحت هي طالع من الاستيرنام من ورا الكلافكل ورايحة للهيويد بون واسمها ستيرنو هايويد مصر دي الارضية اللي انا بشكلها وارسم عليها الكورس بتاع السوبرفيشي الفينز هدي التو ساب مينتال فينز اللي قاعدين في الساب مينتال ريشو اللي انا شايفها من تحت المندبل ده المندبل ودي جاية من تحت يتحدوا مع بعض ويعملوا للتو ساب مينتال فينز اللي يمشوا الونج زا ما احنا شايفين كده لحد فوق الكلافكل بشوية هيتجه 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 اللي عشين روحو فين عشين نروحو يتحدوا مع الفين الكبير اللي اسمه اللي كايماشي معدي على الليسترنو مصر ده كان آآ انتيريور فيو يوضح الكورس بتاع الانتدور جاغلر فين والاكسترنال جاغلر فين وادي الكلام اللي هو عليهم